الله الرحمن الرحيم. طيب انتو دلوقتي مثلا ايه? حضرتوا مواد نانو مثلا. محتاجين تروحوا تصوروا عينات على الميترسكوب. مثلا. محتاجين تعملوا شوية تحاليل. اه مثلا فيه ناس مثلا بيشتغل في مشروع مثلا في حاجات فيها بكتيريا وكده. فمحتاج مثلا ايه? يروح يبعط عينات لمعامل تقس له مثلا سمية المواد دي على البكتيريا. مش عارف تعمل له اي نوع من نوع التحاليل يعني. فانتو هنا بقيتو محتاجين تدفعوا فلوس لمعامل تاني. او تدفعوا فلوس لجهة تانية. اه عشان تعملوكوا تحاليل. نتائج تحاليل. اه شوية اياسات فيزيائية كيميائية وهكذا يعني. اي حاجة من الحاجات اللي زي كده. اه فخلينا نضرب مثال ان انتو عايزين تصوروا عينات على الميكريسكوب. مسلا الميكريسكوب زي ده مسلا. انت مسلا ايه? رحت للدكتور المسئول الميكريسكوب. قلت له دكتور انا معنا اربع عينات. عايزين بس نصورهم. اعد الجنب وصورتوا العينات. وكل حاجة الحمد لله. اه عايز لا تاخد النتائج بتاعتك. يقول لك لا لازم برضو تدفع حساب العينات دي. وبعدين انت هتدفع كياش ولا ايه? فتقول له لا والله دكتور احنا معنا مشروع. انا مش مش هتدفع كياش. يقول لك طيب ماشي تمام. اه شوف بقى لما المشروع يدفع الفلوس. تجيب لي ورقة انتو الفلوس اتدفعت من عندنا في يعني من عندنا. واحنا هنا دي لك العينات بتاعتك. العينات بتاعتك عندي او انا عايز في الصور بتاعتك عندي او النتائج بتاعتك عندي. لغاية اما تدفعوا الرسوم ده هاي. ليه? لانه مثلا انتو مثلا شغالين مثلا في جامعة مثلا القاهرة. مثلا يعني اه في ميكريسكوب مثلا في اسكندرية. فانتو مثلا سفرتوا للميكريسكوب. الميكريسكوب ده موجود مثلا تبع جامعة اسكندرية. اللي مسؤول في الشغل على الميكروسكوب وظيفته الميكروسكوب يصور ويعينات وكده. طيب جنب منه في المكتب اللي جنب منه فيه محاسب المحاسب هو اللي وظيفته يعرف بقى الفلوس الداخلة والفلوس الخارجة وتمنى العينات كام وحاجات زي كده فانتو المفروض العينات دي قبل ما تستلموا النتائج بتاعيه هتدفعوا رسوم بتاعة الميكروسكوب فالمفروض تطلع له فلوس طب انت فيش فلوس فيه دك الفلوس في البنك والبنك مسؤول عنه الجامعة اللي انتو فيها اللي فيها المشروع اللي هتطهلكوا فلوس الجهة المنحة فكنا نتمنى كنا نتمنى ان انتو وانتوا قدام منه كده تلاقي كده فيه سيستم online مثلا تخش انت كده ايه تقول يا جماعة احنا المفروض ندفع تمن الفلوس دي للمكان دهوت ودوس على زرار الزرار ده يوافق عليه المشرف بتاعك يدوس على زرار كمان زرار كمان توافق عليه حد في الجهة المنحة زرار كمان يقوموا موافقين كلهم على النظام الانلاين ده. بعدين يجي له هو ورقة تقول له خلاص الفلوس الدفعت يوم بدي لك ايه النتائج العينات بتاعتك تراوح انت الحمد الله من اسكندرية للقاهرة الحمد الله العينات اللي صورتها دي خدت انت النتائج بتاعته. طبعا الكلام ده ايه لو كان حصل كنا افلنا الفيديو وخلاص كملنا الفيديوهات اللي بعد كده. لكن انت شوف فيها الفيديو ده هيطول قد ايه. اه ده ما بيحصلش طبعا يعني. اه فيه سلسلة روتينية بيروقراطية طويلة جدا عشان نعمل حاجة زي كده. ازاي? اول حاجة انت حاجة استمعاد معاه وفهمت ان انتو يعني نزمك وكده كذا 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 معكم مشروع وحاجات زي كده. سهو اصور لك العينات هيسجل عنده النتائج على الكمبيوتر عنده بتاريخ معين باسمكم. خلاص? هيقول لك روح بقى للمحاسب اللي جامع من نا. تروح للمحاسب. بتقول له حضرتك احنا جامعة وعايزين نتفعل لكم بقى فلوس. فاقول لك طيب سهلة. انتو رقم حسابنا في البنك كذا كذا كذا. اتفضل دي مطالبة مننا بيقول ليكم. مطالبة يعني احنا عايزين منكم فلوس. بانطالبكم بالرسوم. فتاخد ورقة المطالبة دي. ورقة المطالبة دي بيبقى فيها رقم الحساب اللي هيدفع عليه الرسوم ده هي. خلاص? الورقة دي مهمة جدا. ورقة رسمية بتاخدها. خلاص? بتاخد الورقة دي. وبعدين تروح للجامعة اللي عندكو اللي انت فيها. اللي انت بتشتغل معي. ليه مثلا في المثال بتاعنا ده جامعة القاهرة. تروح للمحاسب اللي عندكو. اللي مسؤول عن فلوس المشروع. او تروح بسلا للدكتور بقى المشروع بتاعك. هو هيعرفك تعمل ايه يعني. تروح للمحاسب. تقول له لو سمحت. جامعة اسكندية بتطالبنا بفلوس. بعتلنا مطالبة. بفلوس. من المشروع. عندهم من فلوس المشروع بتاعنا. اللي هنا هوت. وده رقم الحساب بتاعهم هو. دي الورقة بالكاملة هيت. لو سمحت. هم عايزينكو تحولو لهم اموال. عشان نرسم العينات. خلاص. المحاسب هياخد الورقة المطالبة دي اللي هو اللي انتو قلتوا عليها. وبعدين هيعمل شوية اوراق واجراءات كده. وبعدين هيقوم بطلع الفلوس باعتها للحساب اللي هم قالوا عليه. للرقم الحساب. خلاص. طيب. خلاص كده. الفلوس اتحولت. خلاص. لما الفلوس تحولت. المفروض ان انت تروح بقى لجامعة اسكندرية مرة تانية. يعني تسافر لهم ممكن مثلا مرة تانية. تسافر لهم مرة تانية تقول لهم يا جماعة الفلوس تحولت لكم. واحنا حولنا من عندكم الفلوس ده هيت. يقوموا رايحين لكم. يراجع المحاسب اللي عندهم. يراجع الموضوع. يلاقي ان فعلا فيه فلوس جات لهم. يقوم لاغي المطالبة. خلاص. لاغي المطالبة اللي عليكم. خلاص. انتو كده ما بقوش بيطلبوكم بحاجة. خلاص. انتو دفعت اللي عليكم. يدي لك حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها مخالصة. مخالصة. يعني انتو يعني خلاص كده احنا تمام. انتو كده دفعت اللي عليكم. يعني خلاص. ويديك معها شوية اصالات تانية كده كده كتير. الاصالات الزغيرة اللي هيديها لك دي تروح بيها للدكتور على الميكروسكوب. تقول لها دكتور فاكرني. انا جيت لحضرتك من ثلاثة اسابيع. كنت عمالة لف ودور بورق. بص الاصال الزغير ده بيزبط ان انا دفعت لحضرتك الرسوم اللي دفعنا لجامعة اسكندرية رسوم العينات. من فضلك اديني بان نتاج العينات. سيقول لك انت مين يا ابني انا ولا فاكرك ولا ازي يا دكتور. ده انا جيت لحضرتك من ثلاثة اسابيع. ده حضرتك على الكمبيوتر عندك. بتاريخ كذا 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 كنت مسجل العينات باسم كذا كذا. يقول لك اه يا ابني طب تمام. هاتلي بقى الاصال. يوم يسجل عنده الاصال. وبعدين يقول لك معك سيديهاية. تقول له لا دكتور معيش سيديهاية. يقول لك اطلع هاتلي سيديهاية من بره. تطلع تشير سيديهاية من بره وتجيله. ده بيحسر فانا بحكي لك والله يا واقع حياة يعني. تجيب له سيديهاية. يقول لك يلا تفضل خد النتائج. الف الف مبروك ربنا يوفاك. ترجع من عنده. كذا انت مخلستش. ترجع من عنده للمشروع اللي انتو او لجامعة القارة الي انتوا كنتفيها. معاكوا ورقة المخالصة. ترح تسلم ورقة المخالصة دي صورة منها معاكم في المشروع. وصورة منها للمحاسب بتاعكم. و 6000 يสาهم ومكتوب官و كان مكتوب عنده اخر ورقة عنده على المطالبة. اخر ورقة عنده على المخالصة. اخر Marketing لهم استعمال فلس هذه لهم. ربما يجيب له ورقة المخالصة فهوUTه المحاسب. امنفاتح للقطة منه ان المطالبة الأخرiques منها. كان مطلوب منهكو فلوس وتحولت والجهة دي شهدت انه خلاص انتو سويته اليكو وعملت المخالصة التالي خلاص بس ده دي الاجراءات يعني اللي بتحصل أه عايز نبهك لنقطة مهمة سيء غلطات ساعات بتحصل بتلاقي بعد الزمله مثلا ايه يخش على الميكروسكوب يتدي له مثلا الاسال الزغير مثلا وينسى ورقة المخالصة ما مايخدش باله ليه هو مثلا راح عند المحاسب اللي في جامعة اسكندرية المحاسب قال تبص ورقة المخالصة عشان تخلص لازم اطلع عمدها من رئيس المركز ومش عارف مين ومين خد الإصالة الصغير ده روح خد عيناتك وبعد عليلي تاني بانت تروح تاخد عيناتك وتبه فرحان قوي بقى بالسيدهاية ومجبتش السيدهاية وتروح تشتري السيدهاية وسيدهاية ما شتغلتش يوسيدها مش عارف اي كده خدت السيدهاية وينسى من كتر الانشغال بالنحية البحثية هو مركز مع النتائج مركز مع البحث والصور والميكروسكوب ومش عارف ايه ونسي الورقة انا عارف انه هو ورقة كثير بس لو نسيت ورقة المخالصة دي وسفرت القاهرة المشرف بتاعك هيرجعك اسكندرية تاني هيقولك روح هاتها بقى تاني هات ورقة المخالصة دي بحتضرب سفرية تانية تروح تجيبها وترجع تمام او لو يعني ما عرفش بحث يجي ازاي بس ده اللي بيحصل ليه لان برضو خلي بالك ان الموظف ده اللي هناك المحاسب اللي هناك في اسكندرية شافك انت فهو يعرفك انت لو بعتوله حد تاني غيركو كان بالصدفة مثلا مسافر اسكندرية وراجع او كده ممكن يجي يقولك لا انا ما عرفش حضرتك او كده انت انا رايح هنا اهود اعمل ايه رايح اجيب مطالبة وراح اعمل كذا وراح اعمل كذا كل حاجة تعملها تعمل صحة جمع منها هو مسلا انت رايح كاتب عندك انه انت رايح تعمل رايح تجيب مخالصة هو قالك استافت علي كمان نص ساعة يكون ماضي طهلك تكتب كده افوت عليه كمان نص ساعة لكنك هلصه هالي وبقى انت عدت راجع كده انت عملت ايه او عدت سافر من مكان ل مكان او تخلص من جهة الجيحة لان ما تخلص ايه كل حاجة انت ايه معاك انتفقنا وما تنسيش ان انت تصور الورق ده الاصالات اللي هو دهالك دي تاخد صورة منها بالموبايل وانت ماشي حتى انت معك موبايلك هو دلك شهد اصالات زغيرة كده ليه الاصالات اللون هقدر واحمر والحاجات دي لو لسه شغالة يعني من زمان او دلوقتي مع المكان الحديث ده بيطلعوا اصالات زغيرة كده شفهم بتاع فوري والحاجات دي تاخد صورة منه وتصوره معاك مش عيب مش مهم عادي صور معك وخليه عندك خلاص؟ طيب انا هحاكي لك حاجة بتحصل كبتحصل ايامي مش عارف هو الغد دلوقتي موجودة ولا لا بس انا بحكي لك اللي بيحصل يعني طبعا انت شايف ان ده هم يعني هم على القلب مش ممكن ان انا كل عينتين تلاتة ارجع اعمل فيلم الهندي ده فالدكاترا كانوا بيعمله حاجة عرفية كده بتمشي وبتحصل بيروح مثلا يعمل ايه يروح عند الميكروسكوب الدكتور يبعتك يقول لي المسؤول عن الميكروسكوب يقول له بص احنا عايزين جدكاترا ان تفعلوكم الرسوم 20 عينة خلاص كيا ان ان صورنا عاشرين عينة فيقولhen ابنة طيبا يا دكتور انتو لسا صورتوش حاجة يقول규 طيبا يا دكتور اي حنا هنعمل الحرك مطالبة بعشرين عينة فافعلا يعملك مطالبة بعشرين عينة ده معانيا ان übrigens لو شغلين بجامعة القاهرة وانتو رحين تصور الى اسкойندريا جامعة اسкойندريا بتطالبكن بفلوس عشرين عينة تروح ترجع الى هم انت في جامعة القاهرة تقوله لو سمحت اوابعتولهم الفلوس. يبعثوا لهم الفلوس. تسافر لهم مرة تانية. ياخدوا منهم المخالصة وخلاص على كده. ده كده معاناة ان فيه فلوس عشرين عينة دخلت لجامعة اسكندري. خلاص? خلاص كده المفروض. طيب. اللي مسؤول على الميكريسكوب ده بيعمل ايه? بيفتح عنده دفتر كبير كده? وبيكتب عنده جدول زي كده هو. ان انتو دفعين مقدم من رسوم عشرين عينة. انتو خلاص دفعتوا الفلوس. وقدام الجهة المعاناة انتو الفلوس وصلت وخلاص وكل حاجة. بس انتو لسه ما عملتوش العينات بالفعل. فهم عرفا كده بيراعوا لحتة تيه. لانه صعب جدا ان كل عينتين تعودوا تسافروا الورق الكتير ده برضو يعني مشاكله كتير. بسنا. بعد كده بقى ايه? اللي مسؤول على الميكريسكوب ده ما بيتعاملش مع المشرف الكبير بس. المشرف الكبير يتصل بيه. يقول له يا دكتور فلان عايزين نحجز عندك. آآ عينتين. هيجي لك الطالب فلاني فلاني تلمزنا. يجي صور عندك. يقول له طبعا دكتور الميكريسكوب فاضي كمان اسبوعين. خلاص يوم كزا هيجي لك. يروح له يوم كزا. لما تقعد بقى قدامه في الميكريسكوب. تقول له لو سمحت. احنا جايين نصور عينتين. اتفق عليهم معاك الدكتور فلاني فلاني. يقول لك ايوة تمام نظبوط. ويسجل عنده واق في الدفتر. مثلا انتو يوم كزا خلصتوا ثلاث عينات. فضل لكم سبعتاشر. اليوم اللي بعد منه خلصتوا عينتين. فضل لكم خمستاشر. وهكذا. وممكن من فترة التانية كانت لها دكتور تصل بي. يقول له يا دكتور ايه ايه اخبار. فضل لنا كم عينة كده معاك. يقول له يا دكتور ايه فضل لكم لسه خمسشار عينة. طب تمام. لما يقربوا يخلصوا يتصل هو بيه بقى بالدكتور. يقول له يا دكتور انتو كده فضل لكم معاك ثلاث عينات. يتلقاوا تحطوا فلوس تاني. يا اما ايه انا انا بنبهك. يعني يقول له طب تمام كالترخي لك متشكلين كده. فالحركة دي بستعمل. زي ما قلت لك. هي على الورق حاجة. لكن على على عرض الواقع حاجة تانية. كلام ده كان يتعمل زمان على ايامان يا زمان خالص. معرفش الله يعني ايه ظرفهم دلوقتي. يمكن يكونوا سهلوا الاجراءات دلوقتي. لكن ايه ده اللي بيحصل. في برضو نوع تاني من الحاجات لازم تاخد بالك منه. في الحالة دي كان انتو دفعين فلوس مقدم للميكروسكوب بس. فما تقدرش تستخدم الفلوس اللي في الميكروسكوب. فساعات الدكاترا ما يحبوش ان هو ما يحط الفلوس في حاجة مثلا زي 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 مكان. قفل عليهم كده هود. في اماكن تانية تقول له بص يا دكتور. مسلا يعني. اه انت تقدر لك حساب عندنا تقدر تحط فيه فلوس كاش. حطت فلوس يعني او بعت لنا فلوس بأي طريقة. الفلوس دي عايز تصور بها صور. عايز تبعت ايكس ار دي ايه بعت? احنا عندنا خمس ست معامل جنب بعض او خمس ست اجهزة جنب بعض. اهم حاجة حسابك عندنا فيه كام فلوس. مش كام مش كام حاجة تابعة للميكروسكوب. اه فهو فعلا يروح يقول لهم تببصوا ادوني مطالبة مسلا بخمس تلاف جنيه. مسلا. ففعلا يطلبه هو هو لسه ما عملش الراجل اي حاجة خالص. بس هما بيطلبوه خمس تلاف جنيه من على طلب. وهو قال لهم لو سمحتوا كأننا استهلكنا خمس تلاف جنيه فلوس. يبعتو له مطالبة خلصوا انتم المخالصة والعاجات دي. وهما يبقوا مسجلين له عندهم ان الراجل دافع يمقدم خمس تلاف جنيه وخلاص خلصت. العملية على الورق وكده. هو بقى ايه يقول لهم طيب بص يا جماعة هبعدلكم التلميذ بتاعي. هيصور اه هيعمل و هيعمل بل يعمله. هيعمل كذا هيعمل كذا ويشوف ان انت في الاغلب العامة في المعامل بتبقى مضطرة تشوف اللي بيطلع معاك. انا ما ببقاش عارف ان حدفع كام. تفهمني? عشان كده كان من بدرك هتممكن الجاتب مانا حتخليك تدفع مقدم لك او الجهة اللي عندهم ميكروسكوبي خلوك تدفع مقدم. بس مقدرش خلوك تعمل كده هو رسمي على الورق تدفع مقدم. ليه? انهما معرفش انت هتدفع كام اصلا. معرفش انت هتحتاج ايمن العينات. الله اعلم. انا وانا بصور على الميكروسكوب لقيت نفسي محتاج خاصية زيادة. محتاج حاجة زيادة. محتاج اعملها. محتاج. لازم يخلوك الاول تطلب اللي انت عايزه كله. ويعمله لك فعلا. وبعد كده حسبوك عليه. يقولولك انت عبقى عليك فاتورة بقى وكده. خلاص? زي ما انت بسلا ما نفعش تدخل مطعم وتدفع فلوس مقدم الاول. اغلب العام بتقعد الاول وتطلب وتاكل. وبعد كده تدفع الفواتير. هي نفس نفس الفكرة كده بالزبط يعني. خلاص? فنفس الفكرة. فالتكادرة بيحبوا الحكاية دي. المراكز اللي زي كده هو بتبقوا اماكن فيها معمل مركزي كبير. اه هو كله على بعضه حساب واحد. وكل الفلوس اللي دخل منه بتتحطي في حساب واحد. المعامل اللي زي كده او الاماكن اللي زي كده بتبقى اماكن فيه مسلا ايه? فلوس لحساب للميكريسكوب بس. دي بتبقى اماكن كبيرة جدا. فلوس على الاكسر دي بس. حساب لكذا بس. حساب لكذا بس. وعندهم كذا رقم حساب. فهو انت بدهم دخلت فلوس على حساب الميكريسكوب بس. فعشان كده ده كادرة بيحاولوا نوعه في الحاجات دي. تلاقيه مسلا ايه? اه يقول لك احنا مسلا هنسيب خمس تلاف جنيه في جامعة اسكندرية. عشان دول بتوع ميكريسكوبات بس. وحنسيب عشرة خمساشر الف جنيه في جامعة مش عارف كذا. عشان دول بيسيبوا لنا حرية. وحنسيب مسلا الفين جنيه في جامعة بورسعيد. عشان الميكريسكوب بتاعهم حلو قوي. فاحنا نصور الاول عند بتوع جامعة اسكندرية. احسن عينة نطلع نبعاتها على جامعة بورسعيد تصور لنا الصورة اللي هي ايه الصورة التمام بقى اللي نحطها في البحث. لكن الصور التانية دي تبقى معانا احتياطي. عارفنا نحطها في سبورتينج انفورميشن كنا بيها. لان صورهم مسلا يعني ايه بتبقى ايه مش مش الابحاث بتعترض عليها او كده هو. رغم بتاعهم كويس بس بتعترض عليها. اللي مش عارف في جامعة كزا. احنا هنا والله من قصتش حاجة. احنا بنضرب امسلة بس خلاص. مش عارف كزا بيعمل كزا. كزا بيعمل كزا. المكان الفلاني مسته كزا بس عيبه كزا مسته جا. فيفضل الدكتور تهقيه ماسك في دناغه ميت حاجة. يقول لك الفلوس هي احطها فلوس هنا هوت في حتة. احط الفلوس هنا في حتة عشان استفيد. ايه مسلا انا حاطت مسلا مسلا خمسشر الف جنيه على الميكروسكوب في جامعة سكندرية. عيط للميكروسكوب. كل سانت طيب. انت اصلا على الورق الفلوس دي انت صرفتها خلاص. كل سانت طيب هتعمل بيها ايه. فالدكتور تلاقيه خايف. فما يحطش كل الفلوس في جهة واحدة. يحط الفلوس في كزا جهة. وفي نفس الوقت لو هو اعتمد على جهة اكتر من جهة. يبتدي فلوسه خلصت يضطر يحط رجع حط فلوس تاني. فده بيبقى فنيات الشغل بقى خبرة الشغل. في نفس مجموعة بيقى فيهم شباب كده بيصفروا ربانة وفقهم. لكن تخيل مسلا مجموعة اغلبهم مسلا زميلات او كده بيصعب علي ان تسفر. انت مسلا كشاب لو مسلا الوقت تأخر بيك شوية. مروح مسلا من حتة مسلا الساعة ثلاثة العصر ولا حاجة. قبل ما هم خلصوا. اه ممكن عمل ما ترجع المحافظة اللي انت فيها تلاقي الوقت تتأخر. انت شاب او مشافر معك تارف تأخر. لكن مسلا لو لو زميلة او كده بيصعب عليها سفر يعني لازم حد من اهلاب يسفر معيها ولا كده شغلانة يعني. ولو الوقت تأخر بلي لازم يباته ولا كده هيباته فيه عند محافظة تانية. تكلفة ويعني وجع قلب يعني. فبتبقى مشكلة يعني. او كده او تضطر ان هي مثلا تدور على لوحدة زميلاتها في نفس المحافظة تبات عندها شغلانة يعني. فده بس الفكرة اللي حابيت يعني نتكلم فيها زي ما قلت لك يعني انا حابيت اوضح لك الامور عشان تبقى انت ايه. لما تلاقي الدكتور يقول لك بص احنا نبعت خمس تلاف جنيه هنا هو. تبقى انت افهم كلمة هنبعت دي معناها ايه. هنبعت دي معناها فيه مطالباته ومخالصاته وورق واجراءاته وروتين. كسة يعني خلاص. تبقى انت بس ايه متخيل الفكرة مش جاسة. اتفقنا؟ نكمل بان شغل في ديوات اللي جاءة مع بعض. شكرا.